السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على ما يطلبه الطلبة الموضوع اللي الكثير طلبوا نحكي فيه وسألوا عنه انحراف الإبرة تاعة مؤشر القلبان وميتر في الوحدة الخامسة الحث الكهرومغناطيسي وتم التواصل مع الوزارة وتحديدا مع مولفين الكتاب مشكورين ما قصروا والواضح أنه إحنا دائما بنخطط الطيار الاستلاحي لكن الإبرة هي انحراف للتيار الحقيقي اللي هو التيار الإلكتروني إن صح القول ممكن ما حدا بحزر على الإبرة لأنه هي حسب الكويل كيف من جوه أنا وصلته لذلك لن يسأل طالب التوجيه وهذا من أنع ما وردنا من الوزارة لن يسأل طالب التوجيه اطلاقا عن الإبرة تاعة الكلبان وميتر وانحرافها اطلاقا ويسأل عن التيار التعود عليه على يد اليمنى الاستلاحي في الشكل اللي عندي لو حطيت نقطة هون نقطة هون سميتها بي وسألت هو مجبور ويعرف أنه ده يمشي حسب هذا المنظر من إي لبي لكن ما رح أسألك عن انحراف الإبرة اطلاقا إذن إحنا غير معنيين كمان لو لاحظنا بجميع الأشكال الإبرة تنحرف عكس تجاه التيار الصلاحي وكأنه الإبرة تتوصل الرسالة إنه هذا التيار الحقيقي الإلكتروني لإحنا كطلاب غير معنيين نسأل عنه اطلاقا إذن كمان مرة لو جينا على هذا الشكل حسب دراستنا لقانون لينز تم تحديد تيار كان عندي من هون هابط وعليمين صاعد فلو كان هاي نقطة اسمها A وهي نقطة اسمها B ورح يجينا قل فانوميتر هون جي ورح يسألني فأنا مجبر كطالب أجاوب من A لبي وأعرف الحدث اللي صار زيادة أو مقصان عساس أني أقدر أجاوب الجواب الصح لكن لن تسأل عن انحراف الإبرة إذن انحراف الإبرة لا أقول والله هو غلط طباعة لا هو مقصد فيه أنه التيار الإلكتروني وإحنا نعلم دائما مسؤول الطالب عن التيار الاستلاحي لذلك برجع أكد بناء على ما ورد تعميمه أبدا الطالب غير معني بانحراف الإبرة يمين أو يسار لن يسان عنها اطلاقا هو معني باتجاه التيار مشى من A لبي ولا من B لأي يعني هدفنا كان أنه مورجينه من عكس تجاه التيار إذا نعكس الحدث حسب قانون لينز وقانون فراد أكد كمان مرة لو بحثنا بمواقع أخرى مثل هذه الصفحة برضو بنلاحظوا من تجاه التيار لاحظها يهابط وبالتالي لو كان هون A هون B هيعبر من A لB في هذا الجهاز لكن لاحظوا الانحراف إذن ما بنقدر نقوله هو خطأ اطباعي لا لا فهو المطلوب منه فقط أنه نركز باتجاه التيار الاستلاح يعني غير معنيين أننا نضمن فكر بالإدرة ليش راحك بالعكس وهي بتمثل التيار الحقيقي حركة الإلكترونات إنجاز القول في ذلك كمان مرة لاحظوا التيار من هون هاي B هاي A حرافوا هيك لاحظ هون فعشان نرجع نوصيب الله نبلغ بعض ونوصي بعض بناءا على ما وردني من الوزارة ونقلن عن مؤلفه الكتاب الله يعطيهم العافية ما يقصروا إنه الطالب غير معني وغير مطالب إنه يحكي عن انحراف الإبرة بتاعة الجهاز هو مطالب يعرف كيف عبر التيار الاستلاحي من الجهاز من B إلى A ولا من A إلى B إن شاء الله هذا الفيديو يوصل للجميع عشان كثير من طلاب بدروسوا على الكتاب بتخربط بين اللي قاعد بيأخذه في مدرسة وبين اللي قاعد بيشوفه داخل الكتاب من صور والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر